مدير والمكلف بالإعلام لدى ديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد سامير مفتاح ليحديثنا أكثر عن مهرجان تيمقاد سيدي أهلا بك ثانية أهلا نعم ربما غدا إن شاء الله سوف يكون الافتتاح لمهرجان تيمقاد الدولي بباتنا نعم ربما هل بإمكانك أن تحديثنا عن آخر تحضيرات لهذا المهرجان أكيد ربما مهرجان تيمقاد الدولي هو أعرق المهرجانات الثقافية والفنية في الجزائر كل الجوانب جاهزة سواء تنظيميا أو لوجستيكيا أو تقنيا لأن اعتدنا على هكذا نشاطات وهذه طبعة كما سلف وقلت أنها الثامنة والثلاثين لذا التجربة تفرض نفسها في تركيبة النجاح لأعرق المهرجانات الثقافية في الجزائر العديد من الأسماء ستحيي سهرات هذه الطبعة سواء جزائرية عربية وأيضا أجنبية لأن صغة وصفة الدولي تعطي هذا المهرجان فرصة للاحتكاك بثقافات الآخر واستضافة أيضا ثقافة الآخر من خلال الأيام السبع التي ستكون من الثاني عشر إلى غاية التاسع عشر من شهر جوليا غدا بإذن الله ستكون مراسيم الافتتاح ابتداء من الساعة العاشرة مساء مع راح يكون الافتتاح مئة بالمئة جزائري فرقة الرحابات طاوس شاب خلاص شاب أنوار ونجم الأغنية الجزائرية المتعلقة كدر الجابوني هذا سهرات الافتتاح نعم ربما بالنسبة للبرنامج المسطر هذا بالنسبة لأول يوم للمهرجان ماذا عن باقي الأيام؟ باقي الأيام ستكون الفنانة أيضا ثاني سهرة الفنانة التونسية أمينة فاخت حاضرة معنا رفقة فرقة كاباوين وأيضا الفنان محمد روان وسلمة كويرات محمد روان لي كنا يعني لغاب علينا يعني غاب على جمهور دي هلو أكيد ربما هي عودة من خلال مهرجان تيمقاد الدولي مهم جدا أيضا الفنانة سلمة كويرات أيضا هي فنانة جزائرية مغتربة أيضا أعتقد أنها تعيش في المغرب وهذه فنانة قدمت الكثير للفن خاصة المسرح الجزائري ربما الكثير لا يعرفها لكن كانت سنوات الأزمة التي تمر بها البلاد سنوات التسعينيات كانت من الفنانين الذين قدموا العديد من الأعمال المسرحية وجابت العديد من المدن الجزائرية هي تؤدي مغنية وأيضا ممثلة مسرحية وهي تعود من خلال هذا المهرجان إضافة الصهرة الثالثة التي ستكون صهرة أيضا شبابية بامتياز مع سلطان دي جي سام إضافة إلى بلاك مانجيوم مولاد الحاجة مغنية أيضا كريم القانج الصهرة الجمعة الخامس عشر ستكون نجوة كرامة نصر الدين حرة نورية وسابر الهواري صهرة السبت صهرة مميزة بامتياز السادس عشر من جويلة سيكون هناك عرض للصين الشعبية وهذا العرض عبارة عن كوميديا موسيقية تحاكي تاريخ الجالية المسلمة في الصين وتأخذ قصة حب يعني كنموذج للجالية المسلمة لوحة فنية يعني لوحة فنية رائعة جدا لأني حظيت بمشاهدة هذا العرض مهم جدا أيضا إضافة إلى هذا العمل ستكون الشابة جميلة حزر للشاب زينو يحيى الخانشلي دائما هناك مشاركة لفناني الحانة وشباب هذه دائما نسعى سواء من خلال مهرجانات الجزائر وأيضا نشاطة ديون وطني الثقافة والإعلام أن تكون مشاركة للنجوم الشبابية لهؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أنهم يكتسحوا الميدان الثقافي الجزائري وصنعوا لهم مكانة في الثقافة الجزائرية والمشهد الثقافي سهرة الأحد السابع عشر من جويليا سيكون ابن الفنان بوب مارلي جوليا مارلي الذي يزور الجزائر من جمايكا لأول مرة أيضا الفنان معلم مجبر وحسن البشرية وسعاد عسلة السهرة ما قبل الأخيرة مع وفيق حبيب من سوريا وأيضا كمال قلمي سمير الشاوي محمد علي والفنان في الأغنية المميز في الأغنية القبائلية ماسي مسك الاختتام سيكون مع القيصر كاظم الساهر وأيضا فرقة الفنان القادير بو زهر نعم طيب من خلال الفنانين اللي عرضتهم يعني على البرنامج اللي عرضتوا على جمهور اللي رأوا يشوف فينا من خلال الفنانين نحن نشوف دايما نفس الأسماء اللي دور في كل سنة يعني مثلا كاظم الساهر مثلا نجوة كرام يعني نفس الأسماء هل يعني دخلها في كرانا في زمن التقشف ولا كرام كتعودوا ديبونا في المام يعني قولوا للمام شانتور ولا يعني جات هكذا صدفة ولا من خلال علاقات هي ليست صدفة يعني هناك العديد يعني الزملاء المشرفين على البرمجة يخضعون إلى العديد من المعطيات منها قد نذكر منها كاظم الساهر لم يشارك في تيمغاد يعني جاء الجميلة سنة الماضية الماضية شارك في مهرجان جميلة العربي تيمغاد هو مهرجان دولي ومفتوح لمشاركة عربية أو غربية أو غيرها ثلاث نقاط أساسية بالنسبة للبرمجة أو الأسماء الفنية أولا نحن لما أقول نحن لا أتحدث كبلد جزائري ولكن كوطن عربي الوطن العربي والمشهد الثقافي العربي لم ينتج نجوم في ساحة الثقافية الفنية العربية منذ عدة سنوات نجد نفس الأسماء هي نفسها منذ عدة سنوات نفسها كاظم الساهر نجوة كرم إليسا هي مجموعة تقريبا من عشرة إلى خمسة عشر اسم فني هي التي تصنع المشهد الثقافي الفني العربي ونجدها في كل المهرجانات العربية يعني حبيست تقول أنه جمهور هو اللي يفرض هذا الفنان هذه نقطة أننا لم نصنع رغم كل هذه البرامج التي تحاول أن تصنع نجوم لكننا لحد الآن مع هذا النجم محمد عساف الذي كان ضيف الجزائر لم تصنع هذه البرامج الجديدة أسماء عربية تعوذ هذه الأسماء ثاني شيء توفر الفنانين لأنه لو نتحدث على فصل الصيف ووجوليا خاصة نجد العديد من المهرجانات في الدول العربية وحتى الغربية التي يشارك فيها نفس الفنانين يعني إمكانية أن نتوفر الفنان من الفترة إلى فترة معينة ثالث نقطة أيضا هي العلاقات والأجر أيضا الحقيقة هناك بعض الأسماء التي ربما حفلين قد يغطيان ميزانية المهرجان كلها يعني يستهلك حفل أو حفلين للمهرجان للفنان يأخذ ميزانية المهرجان وإحنا المهرجان لحد الآن هو بدعم من الدولة يعني من وزارة الثقافة يعني ما كانش سبونسور غياب سبونسور غياب دعم من أي جهة كانت مع عدد ديوان وطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وشركاءنا التليفزيون والإذاعة والخطوط الجوية الجزائرية بتخفيضات هذا هم شركاء للنشاطات الدوان طيب لو نتحدث عن الميزانية يعني كم يقولوا بيناتا يعني ما هي ميزانية الميزانية معلنة يعني ميزانية هذا العام لا أشبطي في ريالك تقول بيناتنا نحن على المباشر على المباشر نعم يعني هذا شيء لا يخبع الميزانية المهرجان وحتى كذلك يعني إحنا رأنا في زمن التقشف نعطيكي ميزانية المهرجان وأفتح قوس حول كلمة التقشف ميزانية المهرجان هي 100 مليون دينار جزائري ميقصاد في 10 ملايير سنتيم ولو نشاهد يعني مهرجانات بقربنا جيرانا هذا مبلغ يساوي حفلة واحدة في المهرجانات التي تقام لدول مجاورة للجزائر طيب بما أنك ذكرت دول مجاورة هذه نقطة مهمة تعلق مثلا ناخذ مهرجان موازين في المغرب عنده صداء يعني كبير كبير جدا هل تعتقد بأن الدولة وحدها هي من ربما تدعم هذا المهرجان ليأخذ هذا الصداء العربي المعلومات التي لديها على مهرجان الموازين أنه هناك تعليمات من الدولة للمؤسسات العمومية والخاصة تشارك يعني نفس نجد نفس سبونسور عمومية وخاصة هناك مؤسسات عمومية وخاصة لأنه من غير المعقول أن تنجح الجزائر ربما في إنجاح هذا التظاهر أو مهرجان التي تعاد في كل منطقة الطبعة 38 38 سنة لا تكفي لإنجاح ولا ننسى أنه عودت مهرجان تيمقاد رمزية هذا المهرجان لأنه تيمقاد عاد سنة 97 خاصة في مدينة باتنا الأوراس كانت منطقة في الأزمة الأمنية صعبة جدا يعني من خلال الثقافة استطعنا أن نكسر الحصار الذي كان مفروض على الجزائر سياسيا ثقافيا أمنيا تجاريا يعني كان هناك حصار حقيقي على الجزائر استطعنا أن نكسر هذا الحصار من خلال مهرجان تيمقاد كان من المفروض أن هذه التظاهرة الثقافية تعيش من نفسها يعني تنتجها لنفسها وحتى تعين الاقتصاد الوطني لأنه اليوم المفروض أن نتحدث على كيفية لخلق بديل وفي المغرب حتى يستغلوه لجذب السياح معضك مثال ربما ناثر من خلال سياق كلامك السياحة مثلا المغرب أو تونس نحن تحدثوا على الدول المجاورة يعني تربط السياحة بالثقافة تظاهرة الثقافة هذه المهرجانات التي تقوم بها يعني تربطهم بالسياحة لماذا الجزائر لا تقوم بهذه المبادرات هل ربما لا يوجد إمكانيات سياحية في الجزائر كربما فنادق إلى آخره أم ربما تقتصر فقط على الجمهور الجزائر هو الترويج والتسويق لأنه كل متكامل لو نتنقل الآن لمدينة تيمغاد نحن في ليلة الافتتاح يعني غدا سيكون الافتتاح تجدين التجار حركية تجارية حركية سياحية حركية ثقافية يعني كل الحياة تتحرك لكن مجرد أن ينتهي المهرجان تعود المدينة إلى سوباتها هذا هو الشيء المهم أن الثقافة حقيقة تحرك الفعل الثقافي قد نعود ونعرج على مثل النشاطات التي أشرف على هذه النوطة الثقافة والإعلام شهر رمضان منها فضاء الصابلات هذا الفضاء منحنا منطق تقريبا كنا نصل إلى 15 ألف إلى 20 ألف كل يوم يعني هذا 15 ألف أو 20 ألف يتنقلون يستعملون المرافق المفتوحة الثقافة تصنع حركية تجارية حركية سياحية لكن لابد أيضا من الاستثمار قد نتحدث على مدينة باتنا ونحن في الطبعة 38 مهرجة لحد الآن لا يوجد حقيقة فندق مثلا خمس نجوم لأنه لما نقول السياحة لابد أن نوفر للمواطن سواء السياحة الداخلية أو حتى السياحة الخارجية هناك العديد من الإمكانيات قد أعود فقط أفتح القوس لقضية التقشف هذا الشيء يبقى الثقافة هي استثمار هي وعي هي زرع بذرة الوعي في المواطن يعني سعب جدا أن نقول أننا نغلق على هذا أو نلغي هذا مثل ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما تم أثناء الحرب تم طلب من تشيرشيل في بريطانيا أنه يوقف يلغي دعم الميزانية الثقافة كان لا هو أن أعتقد أنه ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول فنان يعني اسم معين أو الميزانية التي تمنح للثقافة أعتقد بأنه ربما يوجه النقد من خلال يعني يفرد رأيه في اسم معين يعني أريد القول بأنهم يريدون القول بأنه كان من المفروض هذا القطاع يعني بسياسة ذكية نوعا ما يحاول أن يغضي نفسه بنفسه مع مرور الزمن وليس يبقى فقط الاتكال على الخزينة العمومية من أجل ولكن لو نتحدث على قطاع الثقافة قطاع الثقافة ميزانيته هي ذي الميزانيات الدولة الجزائرية لا أعلم هذا أنا أتكلم عن شيء خارج الميزانية مع الوقت لأننا نحن نقدم خدمة عمومية وليس خدمة جديدة مثلا وزارة الثقافة هل هي عاجزة عن إيجاد مثلا راعي لتظاهر معينة ثقافية ليست عاجزة عن هذا ونحن نشاهده حتى فيه من المستثمرين أو الشركات الأجنبية الجزائرية هنا بإمكانها أنها تغطي هذه الحفلات أو تغطي مثلا تظاهرات من تحتوشها سيدعان مهرجان ولكن حتى تظاهرات ثقافية بسيطة يمكن أنها تغطيها لا تعتمد على الميزانية العمومية الشيء الغريب أن تجد الدعم في العديد من النشاطات سواء رياضية أو حتى خاصة وهو ما أريد قول هنا السبونسور غائب على قطاع الثقافة رغم أن نتواصل مع كل المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة نقرع كل الأبواب كل سنة لكن يبقى هذا شيء علامة استفام دائما تبحث عن إجابة لأعود أنه لا نستطيع أن نجرد المواطن الجزائري من الفعل الثقافي هل نصنع آلة هذا المواطن يشتغل يعمل وثم يذهب لينام لابد من فعل ثقافي لابد من فركية ثقافية وربما حظ الثقافة مثلها ربما دائما القطاع ثقافي مهمش من طرف الدولة لما كنا نشتغل سابقا في الصحافة المكتوبة في الإعلام لما يجي الإشهار أول صفحة يضحى بها هي الصفحة الثقافية ربما لو في برنامج الآن سواء قناة النهار أو أي قناة لو يكون ضغط على سلسلة البرامج يكون تضحية ببرنامج ثقافي وهذا هو الشيء لكن أنا نهنيكم أنكم عدكم 20 دقيقة أو 30 دقيقة للثقافة وهذا شيء مهم جدا وهذا وعي وهذا الشيء نحترمه جدا لا لأنه حقيقة أصبح الثقافة اليوم تشكل متنفس للجزائر وانت تعلم بلي ما فيهش ذلك الحد يعني الحد الأدنى من طرفيهم غير متوفر هنا في الجزائر وبالتالي الثقافة تشكل متنفس نعم إذن ربما نتحدث عن الأيام أيام يعني شفنا بلي الأيام رهي تقلصت من عشر أيام لحدنا عدد أيام أيام المهرجان سبع أيام لأنه السنة الماضية كان ثمانية أيام والسنة اللي قبل الماضية كان ثمانية أيام واللي قبلها كان عشرة أيام نحاول أن نركز على لأنه هناك مشكل كبير خاصة النقل الدولي العديد من الأشياء متشابكة في بعضها البعض لكن سبعة أيام كمهرجان دولي هي كافية جدا لمهرجان تيمقاد الدولي ولا ننسى أن كل الأسماء الفنية التي تحيي سهرات مهرجان تيمقاد الدولي بالتعاون بين محافظة المهرجان والديوان وطني الثقافة والإعلام كل هذه الأسماء ستحيي سهرات فنية في عصبة الشرق الجزائري قسرطينة بقاعة الديوان العروض الكبرى أحمد باي وتتنقل إلى مسرح الهواء الطلق بالكازيف بسيدي فرج ثم تتنقل إلى مسرح الفنان الراحل حسني شاقرون بوهران وهذه لأول مرة ندرج ولاية وهران سيكون برنامج إلى غاية نهاية شهر أوت بإذن الله حتى نفس الأسماء التي ستحيي مهرجان جميلة العربي الذي سيكون بإذن الله من الثالث والعشرين إلى غاية الثلاثين من شهر جوليا أيضا سيكون لها نفس المسار والمسيرة أي قسنطينة وهران والكازيف طيب سمير كسؤال آخر ربما هناك العديد من الفنانين يشتكوا من عدم ربما مشاركتهم في طبعات السابقة كيف تعاملوا معهم من خلال هذه المشكلة؟ نحن الفنانين أعتقد لا توجد مؤسسة في الجزائر مثل ديوان وطني الثقافة والإعلامي مؤسسة ثقافية لأنه توجد أكثر من 200 مؤسسة ثقافية في الجزائر تقدم دعم وبرمجة للفنانين مثلا أتحدث على شهر رمضان الكريم أكثر من 400 فنان كان سواء في قاعة الديوان بقسنطينة قاعة الديوان الجديدة التي افتتحت بمدينة يسر وهذا مكسب ثقافي كبير جدا بمدينة يسر بين بومردس وتزيوزو كانت أيضا منحقة الديوان بشنوى بتيبازا أيضا قاعة الموغار قاعة الأطلس العديد من الولايات التي مر فيها برنامج الديوان شهر رمضان الكريم حقيقة أبوابنا دائما مفتوحة لكل الفنانين الجزائريين ونحاول دائما إعطاء فرصة لكل الفنانين الجزائريين أيضا بدأنا في برنامج الصيف الذي سيكون إلى غاية الثلاثين من شهر أوت أسماء كبيرة وأعداد كبيرة جدا ستشارك في هذه الصهرات لذا من لم يبرمج هذا الأسبوع بإذن الله سيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله شكرا لك